شاهد زينة دلوقتي مجز لعم وآخر الأنباء مع زينة تفضل يا زينة شكرا لك باسانت أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير خارجية الفرنسي استيفان سيجريني لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء استعرض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء لوقف إطلاق النار في القطاع وانفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المأساة التي يعاني منها أهل غزة إلى جانب التجديد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلاة هذا وأشار متحدث الرئاسة إلى أنه تم التجديد على رفض مصر وفرنسا المطلق لأية إجراءات أو سياسات تهدف لتهجيل الفلسطينيين من أراضيهم كما تم تأكيد الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل لإنجاز القوانين المتعلقة بالأسرة في إطار من التنصيق الكامل مع جميع الأطراف والجهة الذات الصلاة وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستعاب مختلف الشواغل والأراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيقها المصلحة العامة جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل حيث اطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من سياقة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص وأكد متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي تابع كذلك مستكدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية تمهيدا لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة استشدى 30 فلسطينيا على الأقل في قصف الاحتلال الإسرائيلي على منطقة دير البلح ما يرفع العدد إلى 127 شهيدا خلال 24 ساعة في قصف على مناطق متفرقة بالقطاع وفي خان يونس قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الأمل ما تسبب في وقوع شهداء ومصابين كما شهد مخيم البريج وسط القطاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال المتواغلة والفصائل الفلسطينية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنا وبلدات عدة بالضفة الغربية المحتلة وافدت مصادر فلسطينية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية رامين شرقة الكرم وانتشرت في شوارعها وسط إطلاق الأعيرة النايرية وقنابل الصوت والغاز السام المسايل الدموع وفي مدينة طباص شمال الضفة اقتحمت قوات الاحتلال المدينة مع اندلاع مواجهات مع الفصائل الفلسطينية كما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافة ونشر قناصته على أسطح البنايات كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية حجة شرق كولقيلة وكذلك بلدة حلحول شمال الخليل واعتقدت عشرة الفلسطينيين أعلى الاتحاد الأوروبي أن وقف تمويل وكلة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا يهدد حياة مئة الآلاف من الفلسطينيين وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جاسب بوريل إنه ينبهي أن لا تؤدي الأخطاء الفردية مطلقا إلى عقاب جماعي لشعب بأكمله وأوضح بوريل أن المفاوضية الأوروبية لم تقرر وقف التوين إلى جانب ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات على قوات الحوثي في اليمن هي دفاع عن النفس ضد استمراء قوات الحوثي في استهداف السفن بالبحر الأحمر وأضاف سوناك أنه لن يتردد في حماية حياة ومصالح البريطانيين وتأتي تصريحات سوناك في الوقت الذي وصلت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا ضرباتها ضد أهداف للحوثيين في محافظتي الحديدة وصعدة عبر 11 غارة جوية تتواصل فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخة الخامسة والخمسين واستقبال جماهري كبير وقد تجاوز إجمالية عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخة الخمسة والخمسين خلال أحد عشر يوما من فتح أبوابه للجمهور حاجز أربعة ملايين زائر ختم مجزء الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر